السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنبدأ النهاردة في الجزء اللي بعد المنتر او المحاضرة فيه احنا بنتكلم من بداية الترم التاني عن الديناميكس وانه الديناميكس ديت عبارة عن دراسة ابعاد الحركة بس بتتقسم الجزئين بتتقسم الجزء اسمه كينماتيكس ده بدرس فيه ابعاد الحركة بس دون دراسة مسبب الحركة لكن الجزء التاني اسمه كينيتيكس وهو برضو دراسة ابعاد الحركة بس دراسة مسبب الحركة اللي هو القوة وهو ده هو اللي هنبدأ به في بعد المنترم بعد المنترم او الشابتر عندنا شابتر 2 شابتر 2 اسمه هو بيكلم عن اي بالظبط بيكلم عن التأثير المباشر للقوة على ابعاد الحركة طيب ابعاد الحركة ته بيظهر فين؟ بيظهر زي ما من الاسم كده مشهور فورس و ماس و اكسريريش يعني بيظهر مع الاسمه طيب الكلام ده بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة قانون نيوتن التاني كلنا متعارف عندنا ان احنا قانون نيوتن التاني بيقولي ان محاصلة القوة المؤثرة على الجسم بتساوي ايه؟ محاصلة القوة المؤثرة على الجسم بتساوي الكتلة في العجلة بس مش دي الصيغة اللي قالها نيوتن يعني الصيغة الكلامية اللي كان ايه لها نيوتن كانت مختلفة شوي كان بيقولي ايه؟ كان بيقولي ان محاصلة القوة المؤثرة على الجسم بتساوي المعدل الزمني التغير في كمية الحركة الخطية يعني ان القوة مفروض تساوي المعدل زمني معدل زمني تفاضل بالنسبة للزمن لحاجة اسمنا ايه؟ كمية الحركة الخطية ناخد بالنا من المسمى هي مومنتم وليس مومنت خد بالك انها لينير علشان كمان شوية في المحاضرات اللي بعد كده هنلاقي حاجة اسمها انجلر فهيبقى فيه فرق ما بين الكميتين طيب كمية الحركة الخطية ديتها هي رمزها في المرجع P بس احنا متعارف عليها دايما هي عبارة عن الكتلة في الصورة طيب ايه الفرق دوت عن القانون احنا عارفينه مفيش اي فرق بس الفكرة ان انا عندي في بعض الحالات ممكن تكون الكتلة متغيرة فلازم التفاضل يتم بالصورة دي ازاي كتلة متغيرة يعني مثلا ان يجيب لي جسم مثلا زي اطار عربية كده وكان اطار العربية دوت هيمشي في طينة مثلا فبيحصل تراكم للطينة ديت على الاطار بتاع العربية فده بيخلي الكتلة بتاعتها بتزيد بس ده احنا مش علينا كاعداد هندسة مش موجود علينا الكلام ده انا عندي دايما الكتلة سبتة فالثابت ده ممكن اطلعه بره عملية التفاضل فيظهر معي في النهاية م دي في عدتي الله يعني انا في النهاية كل اللي علي انا كطالب اعدادي ان انا امعارب ان محصلة القوة المؤسرة على الجسم وتستيقى كتلة فين في العجل لان دي في عدتي هو مين العجل طيب انا في الجزء ده او في الجزء اللي هو بعد المتر لازم اكون واحد بالي ان انا القانون ظهر عندي بالصورة اللي احنا تفهم عليها محصلة محصلة القوة بتساوي الكتلة في العجلة طيب وانا شغال قبل المترم كانت العجلة دي لتظهر معي في كذا شيت ممكن اكون شغال في شيت الاولاني ان انا بقى شغال في حركة في خط مستقيم سواء بقى اذا كان خط مستقيم دوت اكس او واي او يكون ميل على الاكس وال واي بس هو في النقاية خط مستقيم وبعد كده في الشيتات اللي بعد كده اظهر معي ان العجلة ممكن تبقى في محاول اسمها سأكون شغال في كيرف فابقى شغال في اكس و واي مع بعض او اكون شغال في محاول تانية اسمها تانجين تو نورمل او في محاول ثلث اسمها أروثيد فبلاقي ان الصورة الاساسية بتاعت القانون تتاسم لثلاث صور قدامنا يمى اكون شغال اكس واي يمى اكون شغال تانجين تو نورمل يمى اكون شغال أروثيد طيب لو انا اشغال اكس و واي فالقانون هيبع من زيه سمجن اف اكس بيساوي الماز وصميشا الفورس في اتجاه الواي بيساوي الماس في الاي وهكذا بالنسبة للتانشنت والنورمال والارو سيتا بالسنة النهاردة او في الجزء ده من المحاضرة هتكلم على الكارتزيان كوردنيتس فقط طيب ايه اللي هيفرق معي بقى وانا بحل المسألة بتاعتي او انا حارف المسألة بتاعتي ازاي قال لي اولا الدرس ده الوحيد اللي بعد المنترم اللي بيبقى فيه كلام عن كتل وفيه احتياج للأكسلريشن سواء اذا كان هو طالب بسرعة مباشرة او انا محتاجها علشان اعمل عليها عملية او اتنين عشان اجيب سرعة او ازايها طيب وهي يظهر معي قوة سواء بقى هنتكلم دلوقتي عن القوة بالتفصيل اللي موجود عندنا ونشوف الليلة دي مش يزاي طيب بالنسبة للجزء اللي اولاني ده اللي هو سبمشن في اكس و سبمشن في واي انا لازم له حاجة معينة اعملها في المسألة عشان اعرف اتعامل مع ايه القوة لازم اعمل حاجة اسمها free body diagram يعني ايه free body diagram قال يعني نرجع للاستتيجة بتاعت الترمن الاولى في الاستتيجة كنت برسم كل القوة المؤثرة على الجسم كنت برسم كل القوة المؤثرة على الجسم طب القوة المؤثرة على الجسم ديت زي ايه اخذ بالي بس من حكاية القوة ديت مهمة جدا أول حاجة عندي مثلا بيظهر معي الويت يعني ويت يعني الماس في الجرافتي لأن فيه فرق ما بين كلمة ماس وما بين كلمة ويت وفيه فرق في الوحدات وفيه فرق في التعامل أخب بالي كويس جدا علشان ما طلعباتش وأنعص درجات خاصة عن الامتحان لو كان فيه أسئلة MCQ الويت غير الماس الويت هو عباره عن الماس مضروبه في الجرافة طيب أنا عارف إيه هو الويت لو أنا عندي جسم كده بالمنظر ده الوزن بتاعه شكله عامل إزاي دايما الوزن بتاعه رأسي لأسفل دايما الوزن بتاعه إيه رأسي لأسفل حتى لو كان الجسم نفسه على سطح ميل برضو الوزن بتاعه رأسي لأسفل بغض النظر عن السطح الميل طيب فأنا عشان أرسم فيه برضا جرام لازم عارف القوة الموجودة عندي أول قوة خدناها هي قوة مين الوزن كلنا عارفين ان الوزن عباره عن كتلة في عجلة الجاذبية وهارف ان الوزن بتاعه بأسر رأسي لأسفل سواء إذا كان السطح بتاع اللي موجود عليه الجسم ده أفقي أو رأسي أو حتى ميل الوزن دايما قادرته أنه هي رأسي لأسفل طيب فيه قوة تانية بتظهر معي أو فيه قوة تانية بتظهر معي زي زي قوة attention هنا يكون عندي جسمي بالمنظر ده كده وفيه حبل سواء بقى الحبل ده عد على بكرة عد على حاجة تانية بس المهم انها فيه حبل دايما قعدت الشد سابتة ان الشد دايما ميله خارج من الجسم فأنا لو هدرس هدرس الجسم اللي قدامي ده يبقى اتجاه الشد يجاكله عامل ازاي خارج منه هو شد خارج من الجسم طب لو انا كنت هدرس البكر للسبوع واخر فيبقى الشد خارج منها هي تمام طيب ايه تاني اللي كمان بيظهر حاجة اسمها normal reaction لو انا عندي الجسم كده طبعا من شوية احنا رحنا نرسمين ايه ان فيه وزن والوزن ميله راسي لأسف normal reaction او رد الفعلي ده دايما رد فعلي بيبقى عمودي على السطح عمودي على اين السطح يعني هو دايما عكس الوزن لا انا لو عندي السطح بالمنظر ده كده وكان عندي الكتل علي بالمنظر ده فالوزن رأسي لأسفل دي القاعدة بتاعته ولازال normal reaction ميله عمودي على السطح عمودي على مين على السطح فأنا لازم افرق كويس جدا ما بين ان 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 انا عندي الوزن دايما رأسي لأسفل وعليه 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 رد فعلي والنتيجة والنتيجة قوة خارجية فريكشن فورس في كي بيساوي ميو كي في الان بس ده ما بيحصلش دايما ساعات كتير بلجأ على حسب رأس السؤال ان انا استعمل ميو اس في الان ازاي ساعة في بعض المسائل او في بعض الافكار بتاعت المسائل ان بيبقى الجسم هو مش عاوزه يتحرك هو عاوزه يبقى على وشك الحركة ففي الحالة ديك بستخدم قوة الاحتكاك الاستاتيكي اللي هي عبارة عن ميو اس في الان لكن لو الجسم متحرك وهو انا عارف ان هو متحرك بالنسبة للسطح اللي هو عليه فهيبقى فكي بتساوي ميو كيف مين في الان تمام زي ما انتقلت معاكم اننا القانون الاساسي سميشن الفورس بتساوي الماس في الاكسراريشن فانا عند سميشن اف اكس بتساوي الماس في الاكسراريشن اي اكس و سميشن الفورس افتجاه الواي بيساوي الماس في الاي وال واتفقت معاكم اننا الجزء ده كده عشان اتعامل معايا لازم ابعارف ازاي اعمل اللي هو القوة المؤثرة على الجسم طيب طب بالنسبة للجزء التاني ده بعمله حاجة قال لي اه ممكن نضيف حاجة ما كيناتك دياجرام ايه هو الكيناتك دياجرام بالضبط هو عبارة عن رسم عجلات الجسم يعني ايه قال لي فورتنس ده ما احنا المثال اللي احنا كنا عامين كل شوية نرسمه ان انا عندي كتلة هنا وفي قوة خارجية لو انا برسم فري برد دياجرام فارروح ارسم القوة وهارروح ارسم الوزن وارروح ارسم رد الفعل وارروح ارسم الفريكشن لو فيه فريكشن وهكذا عشان ارسم الكيناتك دياجرام هارروح ارسم برضو الجسم بكل بساطة كده وارروح حاطط العجلات بتاعت الجسم انا شايف ان الجسم اللي قدامي ده بتحرك موازي لسطح وبتحرك افقي فانا العجلة بتاعتي هي عجلة واحدة بس في اتجاه الاكس بس خلاص هو ده الكيناتك دياجرام عايز تقول ان انا كمان مفروض ان انا يبقى عندي عجلة في الواي بس انا مش عارف قيمتها او ايسف مفيش حركة فيها فا او يبقى عارف قيمتها انها بكام بصفر فبكل بساطة كيناتك دياجرام هو رسم عجلات الجسم فانا اعارج ان الجسم دوت لو اتحرك في المنظر القدامي ده كده اتحرك باتجاه اكس وما بتحركش باتجاه الاكس مش اختيم يعني ال اي ي بصفر يعني المعلدين اللي انا بلجأ ليهم دول مش شرط كل مرة انى يبقى عندان SimonfAx بسبب match فيا اي اي اكس وصمممش عيiamente يبقى الحركة فيا اكس بس يبقى AY لبقى عندي بصفر ممكن تبقى الحركة فيا اي بس زي مسائل بكرات مثال مشهورة كتير فبيبقى عندي ال اي اكس هو اللي بصفر يبقى انا دلوقتي علشان احل مسائلة بتاعتي اول حاجة هعملها تاني حاجة هعملها. تالت حاجة هعملها. نحن نحلل اي خوة ما نعمل. نعمل. تمام? بعد ما بعمل. رابعة حاجة بقى نعمل ايه? بانطبق في المعادلات اللي هي سميشن. بحب ابدأ بالي لو ما فيهاش حركة عشان نحط الصفر. بيساوي في اي ملاحظات موجودة على الدرس ده اه طبعا فيه بيبقى مثلا اشهر انواع المسائل ان انا بيبقى عندي اكتر من جسم وكل جسم مرتبط بالتاني عن طريق بكرة. فاخد بالي ان انا كل جسم هيبقى لهم معادلات خاصة. يعني لو عندي بالمنظر ده جسمين في المسألة دية هيبقى عندي جسم اي مثلا وجسم تاني اسمه بي. فهبقى عارف ان انا عندي معادلتين ل ايه? وعندي معادلتين لبي. تمام? طيب لو كان عندي نظام بكرات زي قبل من الترمة في الريلاتف اه موشن اللي هي كانت الريلاتف موشن. فممكن كمان الاجتماع الى معادلة حاجة اسمها الروب ايكويشن. معادلة الحبل. كلام ده بس لو عندي نظام بكرات كبير شوية. مش مش بالبساطة ديت. يعني بالبساطة ديت. انا عارف ان لو ال اي دوت اتحرك اتنين متر يمين. ايه بقى البي هتحرك اتنين متر لتحت. فانا عارف ان عاجة ال اي هي عاجة البي سرعة ال اي سرعة هي سرعة البي. ازاحة ال اي هي ازاحة البي. وعارف ان هم متصلين بالشكل دوت. وعارف ان مش محتاج ان انا لكن لو نظام البكارات كان معقد شوية فمحتاج اعمل عشان اربط عجالات الجسمين البابعة هو الدرس ده مهم والدرس ده بيجي عليه مسألة خاصة في الامتحان بس كمان شوية وانا بيجي احل هلاقي ان الموضوع بتاع ان انا احل بمسألة بطريقة بل ايها مجهدة في بعض انوايا المسائل فانا هعدي على كام مسألة كده وهقولك لا انا مش هلجأ للحل بالطريقة بتاعة الفورس والمس انا هسيبها شوية لحد ما اتعلم طريقة الورك والانرجي او طريقة المومنتم هيبقى افضل فيها الحل بالورك والانرجي او بالطريقة الامبالس والمومنتم علشان المجهول بتاعي اقدر اجيبه بطريقة اسهل واسرى تعالك هنبدأ مع بعض اول مثال ونشوف المسائل بتاعة الفورس والمس والاكسراتيشن في الكارتزيان كوردونيتس بشكل عامل زي ااخد باري بس ان افكار المسائل دايما بتبقى يعني كتيرة شوية الى حد ما بالنسبة للمعادلتين اللي احنا خدناهم يعني انا دايما الافكار مش هقولها كده فراضة لا هحل المسألة وهقولك الفكرة دية تيقصوا بها فتعالك انا نشوف بيقولي في اود سؤالية بيقولي The coefficient of friction between the load and the flat bit trailer بيكلم على معامل الاحتكاك ما بين اللود بيسمى ده اللود وده ال flat bit trailer فمعامل الاحتكاك هنا لهو ما بين السطحين دوله R mu s equal و mu k يعني هم حيارني مديني mu s و mu k ااخد بالي بس قبل ما اخش في اي تفصيلة تانية في المسألة ان المرجع بيبقى على نفس الرسمة فيه كذا سويا فانا ممكن على الرسمة دية احتاج المي و s او احتاج المي و k مش شرط ان انا هتستخدم الاثنين ومش شرط ان انا استخدم المي و k عشان الديناميك مش شرط ان انا استخدم المي و s عشان انا كذا فاخد بالي بس انه ممكن فيه بعض المعلومات انا محتاجهش وفيه هنا بس غلطة بسيطة بس كده كان النظام هنا مفروض ان هو النظام السرعار بالمتر فالبعد ده مش بالفيد المهم بيقولي knowing that the speed of the rig is 72 km per hour من دين السرعة بتاعت الليلة دي كلها على بعضها كانت كام 72 كم على الساعة طيب انا قبل ما اخش في اي تفصيلة تانية يعني السرعة اللي هو ماشي بيها مبدئيا كانت 72 اخد بالي من حتة مهمة جدا قبل المترم كنت بقولك ممكن ما تحولش لو كل النظام بنفس الوحدة بس بعد المترم هقولك لازم تحول لازم تحول الوحدة الاساسية ليه؟ عشان دايما بعد المترم بيظهر معي الفورس والماث والأكسراريشن او الفورس والماث الماث دي دايما بتبقى بالكيلو جرام علشان اضربها في أكسراريشن هتديني فورس بالنيوتن طيب النيوتن دا وتوبرعني كيلو جرام في ميتر برساكن سكوير يعني لازم تبقى الوحدة بتاعتي بالمتر والثانية بالنسبة لكل البرامترز العادي طيب فانا عندي السرعة ديت 72 كم على الساعة فاضربها في خمسة على 18 هيديني السرعة 20 متر على الثانية طيب نرجع تاني قالك بمعلومية السرعة ديت determine determine the shortest distance in which the red cam brought to a stop ماشي هو عايز منك دي minimum اللي يخليني هروح له stop يعني فيه final هتبقى بكام بصفر طيب بس فيه محلوم مهمة جدا او فيه comment خطير جدا هو قيله في الاخر if the load is not to shift طبعا انا عشان اخلي الجسم ده يوصل ليه السكون لازم اكيد هتدوس على العجلة والعجلة ديت هتبقى ايه سيبقى عجلة تناقصي طيب انا عشان اجيب short distance مفروض اضغط اقصى ما يمكن على بس خط بقى ان انت لو ضغط بقى اقصى ما يمكن على ممكن اللود دوت يحصل له ايه يسيب مكانه هنا ويبتد يتحرك ويخبط فين بضهر الطرق دي فهو نبيهك ان هو مش عايز الحاجة دي تحصل قالك هو عايز يوقف تمام بس اللود نفسه is not to shift يعني اللود نفسه مش يحصل له shift مش هيجي كمان شوية هنا الله طب انا ساكن او متحرك الجسمين دول مع بعض متحركين متحركين بنفس السرعة بس انا هدوس الفرامل اه هدوس فرامل بقوة بس مش بقوة كبيرة جدا بحيث ان هو ما يخليش ده يتحرك بالنسبة لده ما يخليش الجسم ده يتحرك بالنسبة لده ما ليخليه ايه تمام بالضبط كده يخليه على وشك الحركة يعني هو ساكن او متحرك هو ساكن بالنسبة لده لكن هما الاتنين متحركين تمام كده يعني انا لما يأتي ارسم ال free body diagram للجسم ده هيبقى عندي وزن هو مش من دفولي مش مشكلة يبقى مف جيه وعندي رد فعل وعندي احتكاك وهو عكس الحركة المتوقعة فما الجسم التالي زي ما نرى يبقى انا اكيد الاحتكاك بتاعي عكس الحركة اللي هو ناحية ايه اليمين واد فريكشن ومش اي فريكشن للفريكشن الاستاتيجي ازاي؟ علشان الجسم هيبقى على وشك الحركة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للترك كده ده اسمه ايه؟ ده اسمه ال free body diagram اللي هو الخطوة الاولى بتاعي طيب اعمل ايه تاني؟ هعمل جنبه كده رسمة الكانيتك تجريه طيب مفروض الاتجاه الحركة بتاعي هو ده بس هل العجلة فعليا في الاتجاه ده؟ ولا الناحية التانية؟ انا بدوس في رامل فانا مفروض ان انا ارسم ال a x كده بس اخد بالي ان ال a x دوت هيتطلع معيه باشارة سالبة او ممكن احط ال a x في الناحية التانية بس هيتطلع معيه باشارة مجابة بس انا بعارف ان هو مفروض يبقى ايه؟ فرامل يبقى بالسالب طيب انا هشتغل هو المرجع هنا شغال ان ده الاتجاه المجاب يعني ده البوزة بتاع ال a x بس انا هشتغل زي المنطق بتاعنا ان ده x وده ايه؟ وده y طيب قلنا الخطوة التانية في الحل اعملت الخطوطين الاولى والتانية ال free board diagram وال kinetic diagram فاضلي ان انا ابتدي احل القوة المائلة حل حد شايف هنا في اي قوة مائلة؟ تمام؟ مفيش قوة مائلة يبقى ابدأ االجأ ليه؟ للمعادلات المعادلات بتقول لي ايه؟ هبدأ بال y شمان ال y قلت بحب ابدأ بال y عشان اصلا ما فيهاش حركة يبقى صميشن ف ويساوي سفر ده معناه ان النورمل هيساوي ال m في g تمام؟ النورمل هيساوي صميشن الفورس في اتجاه ال x بيساوي ايه؟ بيساوي تمام؟ الماس في الاكسراريش القوة في اتجاه x لاني كانت m في ال g فتلاقي تلاقي ال m طارت مع ال m وبقى فاضل ويساوي ن ال a او 9.81 او 9.81 يطلع معي ال a view ساوي 3.942 مفروض تطلع 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 3.924 4 تمام؟ انا كده طلعت مين؟ ال a هل هو طالب ال a هل هو طالب ال a لا لانا شايفها قيمة ثبتة يعني انا مش شايف هنا دا اي دويل دا قيمة ايه؟ ثبتة فقدر صدنا القوانين نيوتن لل ايه؟ للعجلة الثبتة اللي هي القوانين للقابل المترم يبقى القابل المترم ملغي بس مش ملغي يعني ايه ملغي بس مش ملغي؟ يعني مش هيجيلي مسألة خاصة بيه بس ممكن يجيلي المسألة فيها جزء انا محتاج من قابل المترم فانا هنا لقيت صورة ابتدائية وصورة نهائية فهلجع للقانون اللي بيقول لي v final تربية بيساوي v note تربية زائد 2 العجلة 2 في الازاح v final طبعا معي بصفر v note معي بعشرين زائد 2 العجلة معي بصفر زائد 2 العجلة معي بصفر 3.9 24 الكلام دا مظروف في ال S يبقى المجهول الوحيد هو ال S وقدرت اطلعه وطلعت D minimum اللي هو عاوز ده بالنسبة للمسألة الاولية تمام كده يا شباب يريد نرجع بس لرأس السؤال ونشوف انا فاهم كويس حكاية ال stop يبقى الصورة النهائية بصفر اللود بتاعي مش هيحصله shift يبقى friction ما بين الجسم اللي هو اللود وما بين truck مفروض يبقى friction A static علشان ذهب على وشك الحركة تعالى نبص على مثال تاني كده مع بعض بيقولي determine the acceleration of the system أيضا ال acceleration بتاعه السيستم and the tension in each cable وعاوز الشد في كل حبل وقالي خد بالك the inclined plane is smooth السطح المايل smooth طيب والكوفيشنط of kinetic friction between the horizontal surface horizontal surface يعني السطح الافقي and block C إذ كذا يبقى ده smooth لكن ده ايه في فريكش لكن ده ايه في فريكش طيب أول حاجة كده زي ما اتفقت معيكو في مسألة force of mass and acceleration طالب acceleration صراحة طرح في مسألة force of mass and acceleration مش جاي بسريك كتلة ولا ايه لاني فيها احتكاك فانا بالنسبة لي ده اتمش جسم مش هرسم لها الفريبالداجرام خاص بنفسها طيب ال B ها ال B ليها كتلة طيب ال C C ليها كتلة يبقى انا عندي كم جسم ثلاث أجسام طيب هو محيرني بيقولي انا عايز منك يعني السلس انت هيتحرك بس انا مش شايف او مش مركز يعني هو الايدة هيتطلع فوق ولا هينزل تحت ايه ده؟ ده مالوش ده الاحتمالية واحد ازاي؟ قال لي لو A كبير فاكيد هيشد السيستم ده ويتحرك لتحت طيب لو C هو الاكبر بكتير قال لي السيستم في النهاية مش هيتحرك لان ده ما معندوش ميل يبقى في النهاية السيستم ده هيحصل له سكون يبقى الاحتمالية الوحيدة للحركة ان ال A دوت ها ينزل لتحت طيب اخد بالي بس من حتة كويسة جدا او حتة مهمة جدا الحتة المهمة ديت يا شباب ان انا لو فرطت اتجاه حركة الجسم غلط ممكن الارقام تزبط معي في النهاية بس بشرط ان الغلط ده تكمل عليه بمعنى ان لو A ده بيتحرك لفوق في بال B لازم يتحرك لتحت وال C يتحرك ايه؟ ايمي تمام؟ بس طبعا هنا الكلام واضح وصريح ان ال A هو هيشد مين ال B و السي مش هيحصل العكس تمام يا شباب؟ عشان ما اجيش ولايف وانا بحل اطلع معي بالسالب وانا مفروض ان انا فرضه سالب فالسالب سالب مفروض يبقى موجب عشان ما يظهرش حاجة بالنسبة لي مش منطقية فالافضل ان انا ابقى مركز في بداية السؤال وابقى فاهم التركة او الجزء اللي هيتحرك ازاي طيب فاحنا نرسم للكتلة ايه؟ في وز وفي رد فعل نسميه NA وفي شد وشد ده خارج من جسم تعال نسميه T أو T1 طيب في احتكاك؟ لا السطح ده smooth طيب دايما اخذ بالي كده من حاجة هندسية كده حاجة في حساب المثلسات زاوية ميل السطح الميل ده على الافقي دايما بتبقى هي زاوية ميل على الوزن لان دي ودي تسعين ودي ودي تسعين فبتبقى متممة المتممة فدايما الزاوية دي كام؟ هي نفس زاوية الميل ده طيب فانا عندي دلوقتي الوزن هحتاجة احلله هيتحلل الممركبة هنا الوزن اللي هو خمسة وعشرين تسعة بوين تمانية واحد هحلله كوزاين تلاتين ومركبة هنا ايه؟ خمسة وعشرين تسعة بوين تمانية واحد ساين تلاتين ده دا سمول فري بات دا جرام والكانتك دا جرام ان انا اعرف ان الجسم بتحرك المجب بتاعه هنا وما فيش عجلة في الواي يعني اكتب هنا اكتب اي اكس واكتب اي يساوي سفر تمام كده يا شباب ده بالنسبة للفري بات دا جرام للجسم الاوليين طب تعالى نعمل معادلاته ايه معادلاته وصمشن في اكس وصمشن في ايه انا دايما بلجأ للواي بيساوي سفر انه مفيش حركة في الواي هنا بالنسبة للجسم ده عشان اجيب النورمال اللي انا بحتاجه في الجزء بتاع الفريكشن بس انا شايف ان هنا مفيش فريكشن فانا ممكن اخش على معادلة الاكس مبقى شرطا سمشن في اكس بتساوي الماس بتاعت الا في الاكسريريشن بتاعت الا فين القوة في اتجاه الاكس فين اكس الموجب اكس الموجب لتحت يبقى خمسة وعشرين تسعة بوينت تمانية واحد سين ثلاثين مينس تي واحد بيساوي الماس اللي هي خمسة وعشرين في الاكسريريشن اللي انا معرفها واش فدي حاليا انا معايا معادلة فيها مجهولين ونخليها على جنب تمام؟ طيب هاجي للبلوك التاني اللي هو البلوك بي وارسم له طيب البلوك بي ده اخد بالك البكرة دي منساء هو مقالش طالما مقالش يبه هو البكرة منساء لانه مش مديني معامل احتكاك فانا مش هخترع معامل احتكاك من دماغي واحل بيه فالبكرة دي منساء فشد على طرفها همالوه متساوي يبقى الشد اللي هنا تي واحد بيتنقل هنا تي واحد والشد خارج من الجسم انا ما بقولش ان تي واحد ده معانا انه طالع لفوق طيب فيه كتلة في النص هنا ففيه شد هنا الكتلة دي خلت ان الشدين دول مختلفين عن بعض فبقى فيه هنا تي واحد وبقى فيه هنا ايه تي اتنين والشد خارج منين برضه من الجسم ده مش معانا ان الجسم ينزل اللي تحت طيب فيه ايه تاني في بقية فيه الوزن بتاع الكتلة ديت اللي هي خمسة في تسعة بوينت تمانية واحد طيب لو انا برضه حبيت ارسم انتجاه الحركة فانتجاه الحركة الموجب لأعلى يعني الجسم ده له عجلة في الواي ومالوش عجلة فيه في الاكس ليه مجابل اعلى علشان انا اعرف ان الايه هينزل لتحت طيب تعال ان نعمل معادلة بتاعتنا برضه هنا مفروض يبقى عندي معادتين بس انا هروح شغال بمعادلة واحدة لان انا ما عنديش حركة في الاكس عندي حركة فيه في الواي بس بروح ايه طبعا انا شغال دلوقتي على الجسم بي وهنا كنت شغال على الجسم ايه بيساوي الماس بتاعت البي في الاكسريش طيب فين القوة في تجاه الواي بالضبط كده ده الموجب يبقى هقول تي واحد ناقص تي اثنين ناقص خمسة في تسعة بوينت تمانية واحد كلام ده بيساوي الماس اللي هي خمسة في اي بي وادي معادلة تانية طيب اخر حاجة هرسم الفريبودغرام للبلوك سي الفريبودغرام للبلوك سي ارسمه ازاي على السطح المعنى على السطح الافق في وزن بعشرة تسعة بوينت تمانية واحد وفي رد فعل هنسميه نسي وفي شد خارج من الجسم برضه ده مش معناه ان ده تجاه الحركة ممكن يكون صادف هو تجاه الحركة بس الشد خارج من الجسم قد تشد انه خارج من الجسم طيب الجسم ده عادي الشد خارج منه اللي هو هو نفس الشد ده يبدأ ده تيمين تيتنين تمام كده طب مع المنطقة ان الجسم ده يبقى اتجاه الحركة الموجة بتاعه ايمين اعسف شميل يبقى الفريكشن فين الناحية التانية وهو هيتحرك يبقى الفريكشن ده فريكشن ايه ديناميكي اللي هو ميو كيف مين في الاند هل في قوة احتاجة تتحلل او قوة مالة لا طيب تعال ننسم الاتجاه الموجب او نقول الاتجاه الموجب الاتجاه الموجب بتاعي في الاتجاه ده يعني لو رسمت الكانيتك في جرام ده انتجاه العجلة وهنا العجلة بكام صفر طيب الحركة عندي انا باتكلم دلوقتي هالبلوكسي انا عندي مفيش حركة في الواي واحتاج النورمال فهعمل معادة الواي الاول سمشن الافي بيساوي 0 يعني الانه سي هيساوي 10 او 9 أو 8 من 10 يعني 9 أو 8 و 1 من 10 طيب سمشن الفورس في اتجاه الاغس بيساوي الماسف الان انا باتكلم على الدي دلوقتي اين القوة لفاتجاه الاغس القوة لفاتجاه الاغس هو برعن في اتجاه الموجب وهو قوة لفاتجاه الاغس هو برعن ايه تمام يبقى تي 2 نعقص ميو كي اللي هي اثنين من عشرة متفرص سؤال في الان سي اللي هي طبعا دي ان سي اللي هي تمانية وتسعين واحد من عشرة بيساوي الماس اللي هي مفروض عندي انا بتكلم عن الماس العشرة كيلو في عجلة السي فيبا كده ظهر معي معادلة ثالثة بس لما يجي اعدي المجهيل بتاعتين عندي كم مجهول كده اعدي المجهيل بتاعتين عندي كم مجهول عندي ت recognized wages and imagination وشايف ان السيستم ده مش معادي على النظام معقد من البكرات او حاجة وشايف ان الاي ده لو تحرك مسافة 2 متر التحت فاكيد البي هيتحرك مسافة 2 متر الفوق واكيد السي دوت هيتحرك مسافة 2 متر شمال ده معناه ان عجلة البي عجلة الاي وعجلة البي وعجلة السي دول مش ثلاث مجاهين مختلفين دول مالهم متساويين دول مالهم متساويين يعني انا عندي كذا كان مجهول تي واحد وعجلة وتي اثنين ويبقى انا عندي 3 مجال T1 و T2 و العجلة اقدر احلوم في 3 معادلات ان اجيب من هنا T1 بدلة A ومن هنا T2 بدلة A وعوض عن T1 و T2 فقدر اطلع A وارجع عوض اطلع T1 و T2 او بحل 3 معادلات عن طريق الال الحزبة بس نرسل المعابلات الاول تمام هو وضية الفكرة بتاعت المسألة دي طيب نجي النوع تاني والمسائل اللي احنا شايفينه قدامنا الدول بيقول لي ايه في المساعدية بيقول لي ان انا عندي two pound cooler اسمه C fits loosely on the smooth shaft يعني انا عندي ده بيتحرك بحرية من غير اي احتكاك على الشفت ده على smooth shaft if the spring is unstretched when S ستسوي 0 لما اس ستسوي 0 انا شايف الاسم خاصة من هنا او بمداية الحركة ده this spring and the cooler is given a velocity of كذلك وبتدي تردي سرعة ابتدائية بتسوي 15 وين اس بتسوي 1 عند وضع تاني اعز منك ال velocity of the cooler طيب انا المساعدة دي مش هشرح ليه؟ لان المساعدة ديت انا كمان شوية هلاقي ان المساعدة تقدر تتحل بما ان هو طالب velocity ومديني معلومة عن velocity ومديني position اولاني ومديني position ثاني هلاقي لما يجي ادرس درس الwork and energy هلاقي المساعدة تتحل بالwork and energy ولما يجيلي في الامتحان هحلا بالwork and energy انا بس بنبع لها عشان هي موجودة في الشيت بنبع لجزئية معينة الجسم ده هو بتحرك من هنا الهنا بأثر عليه قوة معينة طبعا قوة الوزن رد الفعل وكمان قوة السوستة كمان قوة ايه؟ السوستة طيب قوة السوستة مفروض ان من the Fs او القوة في المنزل وقوة عن k في delta L او K في المسافة الليها بتحرك او K في الاستطالة ايسف في الاستطالة اللي هو بيعملها ده مفروض ان احنا عارفينه في ترجمة الاولاي طيب انا دلوقتي لما اجي اقول ان القوة بتاعتها تسوي K في delta L كيه ده سابت؟ طب delta L ده عند الجسم الجسم في الوضع ده وكده فالdelta L بسفر لكن كل شوية الدلتا L دي عمنا زيد الاسططالة بتاعة الاسبرينج عملها ديد. فالدلتا L في النهاية هي مسافة متغيرة. هي مسافة ايه؟ متغيرة. طب بتتغير مع مين بالزبط بتتغير مع الازاحة اللي اسمها S. فانا لما اجي اطبق واقول Submissional force بتساوي الماس في الاكسراريشن واجي اعود واجي اعود عن الاكسراريشن او اجي اعود عن الفورس هلاقي فيها الكي في الدلتا L والدلتا L دي بذلالة الاس فهلاقي ان العجلة ديت هتطلع كدلة في الاس وابتدي اعمل شوية العلاقات كده مجهدة رياضيا. العلاقات المجهدة رياضيا ديك ممكن طالب او اتنين او ثلاثة يقع فيه. فانا تجنبا للموضوع دوت خصوصا التكاملات ممكن تبقى مش التكاملات المحفوظة ممكن تبقى فيها عملية اي عملية ممكن تظهر معي. فانا تجنبا للموضوع دوت يفضل المسائل اللي فيها سوسط احلها بأني درس بدرس بوكوينيرجي انا مش هتكلم عنها هنا لان الحل الرياضي هنا مجهد الى حد ما. تمام كده يا شباب انا بس حبيت نبه علشان الطالب ما يقفش قاعد كتير قدامها وشايف انها مستحيلة ويدن ويحفظ ويدن ويعمل وفي النهاية هي بالوركوينيرجي تتحل اسهل من كده في خطوة واحدة بس. قانون ووركوينيرجي وقانون واحد. تعالى مع بعض نشوف المثال اللي جاده. بيقول عندي ايه في المثال هنا بيقول لي. الموضحين عندك في الرسم دول زي ما انت شايف عندك بلوك اسمه ايه و بلوك تاني اسمه بي. الاتنين كانوا في حالة سكون. بيقول لي اهمل الاحتكاك واهمل كمان الكتل بتاعت البكرات انا شايف ان انا عندي بكرتهم. وكمان مش الفريكشن بس ان ذا بوليز لا اعز الفريكشن. بتوين بلوك ايه ان ذا انكليين يعني ال ايه والانكليين دول مفيش فيهم ايه فريكشن. طيب عايز مني ايه. عايز الاكسراريشن وفي ايه بلوك. وعايز التنشن ان ذا كيف. طالب اكسراريشن صراحة يعني بقى فورسة وماز و اكسراريشن. اول حاجة هعملها هرسم الفري باطل دياجرام انا عندي جسمين. من جسم الاولاني اللي هو ايه. تعالى نتكلم عليه كده. هرسمه الفري باطل دياجرام. في وزن. اللي هو متين. باوند. وفي رد فعل. اسمه ايه. وفي شد خارج منين من جسم. طيب حتى بقى مهمة وخطيرة جدا. المسألة دي فيها امتين باوند وفيها تلتمية وخمسين باوند. وانا مش عارف اتجاه الحركة او ما بقولك. يعني هما كانوا في الاول في سكون. بس انا هاسبهم. يا خير خل الملوكات دي تتحرك نديج بالجازرية. مركبة الوزن بتاعتها الميلة. فانا مش عارف مين اللي هيشد المتين ولا تلتمية وخمسين. طبعا هتقولي تلتمية وخمسين اكبر ماشي. بس انا الحبل دوت هيعدي على الحبل اللي عد على البقرة دوت. بيخلي التنشن هنا بيوصل قيمة اقل. طب هل المتين اكبر من التنشن؟ طب انا هدني افكر كتير. وفي النهاية انا مش محتاج التفكير ده كل. يعني انا مش محتاج اعرف اذا كان الاي هو اللي بيشد البي ولا البي هو اللي بيشد البي. انا المهم عندي. ان انا هبقى عارف ان لو انا خدت قرار ان الاي نازل لتحت. يبقى البي ماله طالع لفوق. ولو الاي ده طالع لفوق يبقى بي ماله نازل لتحت. بس ما اقلقش معي لو طلع معي قيمة اكسررائشن بالسال. تمام كي يا شباب. يبقى انا مش مهم عندي مين هيشد مين. المهم من القرار اللي هاخده هثبته في بقية المسألة. يعني ان انا افترضت ان الاي هو اللي يشد البي. يبقى اشتغل عادي ان اي اللي تحت والبي لفوق. او العكس ان البي هو اللي هيشد الاي. فيبقى البي لتحت والاي اللي فوق. بس اكمل المسألة على كده. تعال هناخد مثلا ان الاي هيتحرك لفوق نتيجة ان البي كبيرة شوية. فهروح ايض ده الاتجاه الحركة الموجب. وقادي محور الايكس وقادي محور مين. الوي بتاعي. طيب زي ما اتفقنا معاكم في بداية الشرح. ان دايما زاوية الميل بتاعي. الانكلين على الهوريزوندل. هي زاوية الميل النورمان على الويت. الويت ده هحلله هنا يبقى متين. كوزاين تلاتين. وهنا. متين. ساين. تلاتين. تلاتين. ده بالنسبة للبلوك اي. طيب تعال نقول معدلته بالمرة. بالنسبة لل اي. لما اجه اشتغل طبعا سميشن افوها بيساوي سفر. بس انا مش محتاج النورمان عشان ما عنديش احتكاك. فاروح معورد فيه سميشن اف اكس. بيساوي الماس. بتاعه الاي. بتاعه الاي. قوة في اتقال الاكس. تي. مينس. متين. ساين. تلاتين. هيزاوي. الماس اللي هي متين. في الاكسرائيش. طبعا هنا. جينا وقعنا. في اكبر مشكلة. بتحصل في امتحان الفاينال. مع السؤال. لو كان. هو البعوان ده. وحدة ماس. ولا ويت. لأ الباوند. وحدة فورس. يعني ويت. يبقى المتين ديت ويت. لما اجا اعملها كفورس. هي متين. موضررش في جرابيتي. لكن لما اجا اعملها. كأنها ماس. لازم اقسم على مين. لازم اقسم على الجرابيتي. طب. النظام اللي هو البريطاني. اللي فيه الباوند. الجرابيتي فيه بكام. باثنين وتلاتين. واثنين من عشر. دي مهمة جدا جدا. والطيار للأرقام بتاعت المسألة. لو السؤال ده. امسي كيو. فأنا كده حالان معين معادلة. فيها. مجهولين. نخليها على جانب. طيب. لما اجرس من الفري بودا دياجرام بتاع البلوك بي. هذه البلوك بي اه. حاسس بايه البلوك بي ده. حاسس بالويت. تحت. لتحت. وحاسس بايه. ها. ايوه. الحبل هنا معدي ايه مرتين. يعني حاسس بالتنشن ده باتنين المرتين. يعني حاسس باتنين تين. والاتجاه الموجب للحركة لأسفل. يعني لما اجيشتغل على معادلات البي. هقول ها. الحركة عندي هنا في الواي. بيساوي الام بتاعت البي. في بتاعت البي. في نقوة فتجاه الواي. تلتمية وخمسين. ناقس اتنين تي. وليس العكس. لو عكستي. يبقى انا كده عندي. مشكلة رهيبة في الارقام. بيساوي الماس اللي هي تلتمية وخمسين. تمام. على اثنين وتلاتين واثنين من عشرة. في الاكسلليشن بتاعت مين? البي. يبقى دين معادلة. التانية. وعندي كده معادلتين. بس في كان مجهول. تي. وعجلة الاي. وعجلة البي. هنا الحبل مش زي المساهم القوانية مورر مرور الكرام كده على البكرة وخلاص. لا ده مورر ولافف على البكرة. فده معناه ان انا عجلة الاي. مش هي هي عجلة البي. طب انا محتاجة اجيب علاقة ما بين عجلة الاي وعجلة البي. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل الديتم. اللي بقيس من عنده. الابعاد. وبشوف معادلة الحبلة هتقول لي. ان في هنا S A. وفي هنا S B. وارجع قرارها تاني هنا. S B. يبقى الروب اكوشن. بتقول لي. N. S A. زاد اتنين S B. بيساوي طول الحبل. يعني التفاضل بتاعهم. بيساوي سفر. حتة خطيرة جدا 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 في الارقة. عجلة ال A لا تساوي اتنين عجلة البي. بيساوي سالب اتنين عجلة البي. عشان لما اجا عوض هنا. اعوض بالاشارة. تمام كده يا شباب. تمام. طيب. انا واخد الريدي الاشارة. بس واخد الاشارة فين. في اتجاه الحركة. انا واخد الاشارة. في اتجاه الحركة. فناخد بالنا من حكاية دي. تمام. يعني ما حدش يحط الاشارة هنا. تاني. عشان انا خدت الاشارة في اتجاه ايه? الحركة. كده انا لو حطيت الاشارة هنا تاني. ده معناه. ان انا هغير الالقام بتاعتي. تعال نشوف فكرة تانية في الشيت دو. وبرضو الفكرة ديت قدام انا عدرح لها بطريقة تانية. بطريقة الامبلس والمومنتم. وهنعرف ليه قدام لما نيجي ناقض الامبلس والمومنتم. وحتى المسألة دي بالفعل موجودة في الامتحانات السابقة. موجودة برضو انها تتحل الامبلس والمومنت. بس حاليا انا ما عنديش معلومات غير. الفورس والمسألة. طيب. بيقول لي في المسألة. بيقول لي. بيقول لي ان القوة بتاعت الموتور ديت. موضحة بالرسم. يعني هي قوة دلة في. دلة في الزمن. قوة دلة في الزمن. بيقول لي ديترمن. بيقول لي ديترمن. عايز بناك سورة الكارت ديت لما الزمن بيساوي ثلاث سوين. واخد بالك ان اللود والكارت دول الماس بدايتهم كم 200 كيلو جرام. والكارت دي بدأ من سكون. فانا عندي كده في نوت بتساوي سفر. هو اقوز الفي عند زمن كام ثلاثة. ده المطلوب. هو اقوز الفي عند زمن ثلاثة. طيب. اول حاجة هو ما جابش سورة الاحتكاك. لما جاسم فري بود دا جرام. تعال نرسمها الرسمة نفسها. انا عندي ويت. عندي ويت. اللو عبارة عن 200. 9.81. وعندي normal reaction. وعندي هنا كيبل بس ما عندي مرة اثنين ثلاثة. فانا عندي هنا ثلاثة. فعندي هنا ثلاثة. الاف. وزي ما هو متوقع اتجاه الحركة الموجة هيبقى الاعلى. طيب. نركز مع بعض. رسمنا فيه بود دا جرام. الكنيات دا جرام انها رسم الاكسلريشن بتاعت السنتر دا. انه هو انا عندي عجلة فتجال اكس. اللي بورسموه انتو. وعندي الزاوية ديات كمان. هقدر اجيبها انها بتلاتين. ولتدي احل القوة الميلة بالنسباني. في القوة الميلة هو الوزد. باحلال المركبة هنا هتبقى. متين. تسعة بوين تمانية واحد. كوزاين تلاتين. ومركبة هنا. متين. تسعة بوين تمانية واحد. تسعة بوين تمانية واحد. معدلاتي. سميش الف اكس بسميش الف واي. الف واي مش محتاجها عشان النورمال عندي. مش محتاج الفريكشن لي. لانه مفيش فريكشن. هو ما قلت شغل كده. فانا اروح اعيد سميش الف اكس. بيساوي الماس. في الاي اكس. قوة في التقالي الاي اكس. اللي هي ثري اف. مينس. متين. نايم بوينت ايت وين. ساين تلاتين. اكول. تمام. الماس بمتين. في الاكس. هو جسم واحد. مش لازم اقول الاكس. متعكز. انا طبعا لما يجي اضرب المتين في ساين تلاتين. هي بعمية في الكلام ده. يعني القانون او العلاقة في الاخل. ثري اف. مينس. الكلام ده. اكول. تو هندرد اي. معدلة. وانا كده. رياضيا خلصت. عطلانين في ايه. احنا عطلانين في ايه. الاف دي. عبارة عن ايه في الزمن من سفر لثلاتة. الاف من زمن سفر لثلاتة. عبارة عن دلة. صح. ودلة خطية. او دلة من الدرجة الاولى. فالمعادلة بتاع الدلة من الدرجة الاولى. هتخليلي. ان الاف من الرسم. بيساوي. ربع ومية وخمسين. عالثلاتة. تي. يعني الاف بتساوي. ها. تمام. مية وخمسين تي. طب هنا. الاف ديت. اخطها هنا. فيبقى تلاتة في مية وخمسين. يرجع يديني ربع ومية وخمسين. تي. مينس. الكلام ده. الله. ليه جميلة الصورة ديت. علشان العجلة ديت. انا فاكر. ان العجلة. ممكن اروح ايه. ان هي عبارة عن. تمام. دي في. عدتي. فيبقى عندي هنا. ربع ومية وخمسين. ها. تي. ماينس. تسعمية واحدة وتمانين. ده كله. مع الدي تي. بيساوي المتين. مع الدي في. وعمل تكامل للطرفين. والتكامل. من سرعة بتداية سفر. لسرعة نهية نعيزها. وهنا لحد زمن كام. تلاتة. بس من زمن كام. ايه ده؟ هو مش بداية الزمن سفر. ده عند زمن سفر. كانت القوة دي اصلا بكام. بسفر. عند زمن مثلا. مثلا. عند زمن بواحد من عشر. القوة بكام. مية وخمسين. في واحد من عشر. يعني خمستاشر. هل الخمستاشر دول. لما اجد ربهم في الثلاثة. هتبقى خمسة واربعين. يقدروا يشدوا. المركبة دي. اللي هي تسعمية واحدة وتمانين. فالرقم ده كده. النتج بتاعه تسعمية واحدة وتمانين. مراكبة الوزن. فهل. القوة دي. اللي هي خمسة واربعين. يقدروا يشدوا. تسعمية واحدة وتمانين. طبعا لا. فده معناه. ان الجسم ده مش هتحرك في الفترة دي. من يتحرك امتى. مثلا هنا. مثلا هنا. مثلا هنا. انا مش عارف. طبعا عشان اعرف. قال لي زمن. بدل. الحركة. هنجيبه ازاي. اننا اساوي القوة اللي هي نفس القانون ده. اللي هي ربعمية وخمسين. ربعمية وخمسين. تي. ماينس اساعمية واحد وتمانين. هساويه بالسفر. مع الزمن اللي هو هيقابل ان الجسم ده. يبقى يا دوبك بيتغلب على. او القوة دي بتتغلب على مركبة الوزن. هو ده زمن بداية الحركة. لما اجي عوض هنا. يطلع معي الطايم بيساوي. اثنين بوينت تمنتاشر ساني. ده معناه. ان زمن بدء الحركة اللي انا هعمل. بداية التكامل منه. اثنين بوينت تمنتاشر. وعوض وقدر اطلع من هنا من. الفي. طبعا لما اجي ادرس. الممنتم هلاقي نفسي بعوض. في الالاقة ديك. من غير الاستنتاجات. اللي كانت في النص دي. تمام. طيب دي اخر. ده اخر مسال موجود عندي. في المحاضرة ديت. بالنسبة لل. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. سلام عليكم. اشتركوا في القناة.